أنا أتواجد حاليا في المستشفى الإغاثي الميداني الإماراتي هذا المستشفى الذي بدأ باستقبال طبعا الجرحى المصابين من الزلزال الذي ضرب الأجزاء التركية في الجنوب الشرقي من تركيا هذا المستشفى حقيقة بدأ العمل عليه وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والمعدات وأيضا الكوادر الطبية التي جاءت من الإمارات إلى هنا في هذه المنطقة لمعالجة المصابين والمتضررين من الزلزال طبعا العديد من الأقسام يحتويها هذا المستشفى ومنها أيضا غرف العمليات أيضا هو مصنف بصنفين المنطقة الخضراء والحمراء دعوني هنا أطلعكم أكثر على التفاصيل أكثر حول هذا المستشفى وينضم معي العميد ركن طبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية لو تحدثنا أكثر عن هذا المستشفى وما يقدمه للجرحى التركيين تم افتتاح هذا المستشفى بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة أو خدمة لإخواننا في تركيا نتيجة كما ذكرت للزلزال والهزل الأرضية التي ضربت الجانب الجنوبي الشرقي من الدولة ودت إلى وفيات وإصابات كثيرة هذا المستشفى تم تحت قيادة العمليات المشتركة وبإسناد وإمداد مباشر من قيادة الإمداد المشترك تم فتح وتحريك هذا المستشفى بجسر جوي وفتح في هذه المنطقة المنطقة الإصلاحية لتقديم خدمات طبية متميزة تتمثل في العمليات الجراحية والعناية المركزة وله قدرة على تنويم خمسين شخص في آن واحد كذلك له القدرة على استقبال الحالات الطارئة ونحن الآن نداء استغاثة وبانتظار استقبال مريض سيتم إيصاله من الجانب التركي وهو رجل بعمر أربعين سنة مصاب بكسر في عظمة الحوض والفخذ وطلب مننا التدخل الجراحي ونحن بانتظار الحالة وبأتم الاستعداد إجراء العملية إذا لازم الأمر كذلك أود أن نضيف أن هذا المستشفى بقدرات وطنية وتحت الاستجابة السريعة إذن هي خدمات مقدمة إلى أصدقائنا هنا في تركيا والمتضررين من الزلزال المستشفى حقيقي كما رأيت هو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وبه العديد من الغرف والعمليات كذلك والمختبرات وأيضا الصيدلية العميد ركن طبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية شكرا جزيلا لك إذن ميرنا نحن هنا في غازي عنتاب أتينا من كهرمان المرعش حوالي استغرقت الرحلة حوالي ما يقارب الساعتين إلى ثلاث ساعات الحقيقة البنية التحتية مدمرة الأضرار كبيرة المتضررين كثر صراحة فهناك تنسيق مع وزارة الصحة التركية من أجل جلب هؤلاء المتضررين والذين يحتاجون إلى عناية مشددة إلى هذا المستشفى الإغاثي الميداني الإماراتي